سد بريزينة قبلة البيضين الوحيدة للاستجمام وممارسة هواية صيد الشمك الشبط بعد موجة الحر المتصاعدة هذه الأيام نحن البارس نرى نزيم بلدية الغاسول بلدية الغاسول تبع البيض وقع نجوهنا نفسحه نفوجه على أرواحنا بسكما نحن عايشون نورمان هؤلاء الأطفال لم يجدوا أمامهم سوى نفورات محاور الدوران ملاذا للصباحة في الوقت الذي شد فيه أصحاب المركبات الرحال صوب البراري في غياب تام لمراكز الراحة والاستجمام ما عدناش وين روحون تبردوا والمنتاج عمشوا الريحو فيها تدي ولادها وكل طرح التو ما عدناش وذل لا بيزين ديكم نشوف فيها من اللي حلوها رهان بلعو كاشا يستفاد منها مكلا ليعو فيها وين ما روحون سقصوا عليها كل خطرات يعطوك أسباب خطرات ما كانش الماء خطرات ما نشعر ما فهمناش ما فهمناش على خدمها كما حلوهاش المواطنين وكاز عندنا المسبح ذاك الأقديم ثاني رغم كرية البلدية يكره المستثميرين هذو بسعرهم المستثميرين يديروا فيها أزوانباه هذا ما يطيكش المواطن يدي ولادها ويرح يدخل لها نياه السد الساحرة دفعت بهوة السباحة والمغامرين إلى السباحة والغوص في أعماق ثمانين متر بالرغم من وجود لافتات الملع خصوصا بعدما ابتلع هذا السد خمسة من ضحاياه خلال السنتين الفريطتين وفي غياب أدنى التفاتة من السلطات البيض لتهيئة أماكن الاستجمام وإعادة فتح المسابح البلدية تبقى قائمة ضحايا سد برزين في ارتفاع مستمر